بسم الله الرحمن الرحيمين مع الأسف هذه القرارات الأخيرة اللي اختات الحكومة كتبين على ارتجالية ديلها وعدم الرؤية ممكن شوحة لا فيزيبليتين مع الأسف حيث وخي يكون كما قالوا عدد ديل المصابين بذك يرتفع ولكن القطع ديل الحمامات روحة القطع اللي تسد هذه واحد سنة ونصف ومسدود عدد كتير ديل الناس هذو اللي هما مقاولة صغرى وجيدة صغرى وحتى متوسطة عدد كتير منهم ماستنفوش العمل ديلهم حيث هذو عندهم شتال ميزانية باش يستنفو العمل ديلهم حيث تخصهم إصلاحات وخصوم الدار باش يحلوا الحمامات ديلهم كان جيوا دابا الحكومة نرجع لموضوع ديل الحمامات الحمامات طلبت درنا اجتماع مع الإخوان ديل الحمامات مسؤولين على قطع وطلبت منهم باش دار واحد دراسة ونشوفوا واش هذي الحمامات كانت فيهم شي بؤار واش نعرفوا واش هذي الحمامات هذو كانت فيهم بؤار ولا الناس تصابوا فيهم هذي الناس هذو غديل إفلس هذ القطع هذا عدد كتير ديالهم اللي غديل يفلس مع الأسف خصنا نفتحوا حيوار مع الحكومة ونشوفوا احنا مقبلي لانانتخابات كتجي هذي حكومة هذي كتتخرج لنا بهذه القرارات مع الأسف ولكن الخطير في الأمر في هذا الإغلاق هذا هو الناس الشغيلة ديال هذه الحمامات وفين يمشيوا هذه الناس رعداد كتير منهم مساكن غديل يمشيوا ويخرجوا أصنقي بذي ويطلبوا احنا مقبيلين على الموسم الدراسي كيفاش يخلصوا قرية ولداتهم كيفاش يخلصوا كراهم هالناس عدد أرشتهم التحت مساكن في المقر تحت المقر تحت المقر تحت العام المقاولات المعن هالناس كيبكيوا عيالات مساكن كبار عائلتهم واذا هذه الحكومة تخرج بقرار جابت شيء بديل أعطتنا شيء بديل مع الأسف كما قلنا كما سمعتوني قبيلة قلت لهم بأن نديروا بحل كما ديرين فرنسا كين دابا الناس اللي تلقحوا ما يدخل للحمام الانسان اللي ملقح ركين بعض الوثائق اللي كتبت تلقح ديالك ما تجد دخل عندي الحمام جيب لي هذيك الوثائق بأنك تلقحتي شنو هو الدعم اللي غادي تعطي الحكومة لها ديالناس هذو ولكن صفتهم الإفلاس هذو مقاولات صغرى وجيدة صغرى كي يشغفلوا عدد كبير للناس هذي الناس هذي الشغيلة ديالهم اللي طلبنا من لهم مساكن باش ينخارطو ويخرجوا من القطاع غير مهيكل القطاع مهيكل وطلبناهم باش يمشوا يديروا مقاولين داتيا كي غادي نديروا لها ديالناس طلبنا لقاءات ديالنا الاتحال العام داخلية رخرجنا بايان بلاغ في هذا الإطار هذا بالنسبة للقطاعات المتضررة لا صحاب الحمامات ولا سيارة الأجراء ولا هذي القاعة الرياضية وغادي نديروا ومبعد راكي ننقاها الخطوات حيث خطوات نظرية احنا نقابة وندافعوا لهذه الناس هذي الناس هذي بقال لكي يخرجوا للتزنق احنا كان نقابة مسؤولة وكل اللي كتأطر هذي الناس هذي وقلنا لهم لا غادي نفتحوا واحد الحوار مع الحكومة وغادي نشوفوا شنو الجواب ديالهم حيث شنو واش غادي نتعطر لنا هذي الناس واحد دعم سدو سانة ونصف معطاتهم لا دعم شغيلة ديالهم وازير في الحكومة كي يخرج في البرلمان وكي يقول بي أن نرى الدعم غادي تنصلوا به هذي الناس ما تنصلوش به هذي الناس هذي شنو غادي نديروا لهم فاش نجي نقطع واحد القوت اليومي ديال الناس كان نعطيهم بديل ولكن هذي الناس هذي ما نعطيهم بديل شكرا للمشاهدة